مشاهدين الكرام واللحديث أكثر ينضموا معنا مباشرة الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخ ليهلا بك معنا في حصدنا الإخباري يعني بداية الحكومة باشرت باجتماعاتها لمناقشة جداول الموازنة يعني بعد جدل واسع لتأخر وصولها ما أبرز التحضيات التي تواجه الحكومة من ناحية النفقات تفضل شكرا جزيلا إلى جنابك وإلى مستمعيكم الكرام ومشاهديكم حقيقة أن هذا الموضوع يعني أخذ من الوقت ما أكثر من اللازم كان المفروض أنه هذه الجداول تعاد في وقت مبكر من هذه السنة حاصة أنه الموافقات قد حصلت على الموازنة الثلاثية وباعتبار سنة 24 هي جزء من هذه الموازنة الثلاثية كان المفروض أنه في شهر الواحد أو الثانية في أقصى الأحوال أن ترفع جداول إلى مجلس الوزارة لغرض قرارها وبالتالي مصادقة عليها من قبل البرلمان لكنه هناك تأخيرات حسب دعاة وزارة المالية أنه الوزارات والهيئات غير مرتبطة بوزارة هي التي تأخرت في تقديم تقاريرها وإحصائياتها وما تحتاج في إضافته في الموازنة في الجداول الجديدة لكنه هذا الأمر أعتقد ليس هو الأول وإنما هناك أكثر من سبب يعني مثلاً إحنا كنا نتحدث دائماً أنه يحسب حساب تعزيز الموازنة من غير الريع النفطي ما المفروض أنه يكون الاعتماد على الريع النفطي وبالنفس الوقت إحنا عندنا مشاريع تثمارية كبيرة وجديدة لم يحسب حسابها في البداية يعني عنده إعداد موازنة 23 24 25 ولذلك كان يفترض أنه تقدم دراسات في موضوع إيجاد منافذ جديدة لتعزيز الموازنة يعني إحنا عندنا المنافذ الحدودية التي حد الآن لم يتم السيطرة عليها وبالتالي يتم من خلالها تسريف كثير من الإرادات القمرقية والضريبية لأنه لا تتصرف أو لا يتم استخدامها بطريقة سليمة اللي ممكن أن تعزز مواردنا هذا من جانب الجانب الثاني يمكن أنه من الناحية الإيجابية نعتبر أنه تقل الاستيراد لكثير من المواد مثلا بعض المواد الإنشائية اللي قامت تنتج في العراق كالاسمت وغيرها كذلك مواد الحديد صلب بعد اشتغال والعمل في معمل الصلب الحديد الأخير كذلك موضوع الحنطة اللي كنا نستورد كميات كبيرة من الحنطة هذه السنة الخير من الله سبحانه وتعالى جعل أنه الأراضي الزراعية اللي كانت مخصصة لزراعة زادت وبالتالي الغلل الناتج عن هذا الحنطة اللي كنا نستوردها تقريبا شبه اكتفاء ذاتي هذا السنة هذا كله وفرنا أموال دون أن تتسرب إلى الخارج طيب يعني بالمقابل أستاذ عبد الرحمن إذا تسمح لي هل تعتقد أنه يعني مقابل ما ذكرت يعني هل تعتقد أن العجز الكبير في الموازنة سيؤثر على خطط الحكومة في تنفيذ مشاريعها وما خططت له في البرنامج الحكومي هناك عجز واضح يعني باوع لاحظ سيدي جنابك أنت تفضلت في البداية وقلت أنه بعض الإيرادات مثل الكهرباء والمنتجات النفطية هذه رح توفر لا هو مو حقيقة هذا المفروض أنه أدعمه لأنه هذا على ثماث مباشر مع مصلحة المواطن يعني أكون مسائل أكثر يعني أنت تدري 52% من الموازنة التشغيلية تذهب إلى رواتب الدرجات الخاصة ما كان الأولى أنه يعاد حساب الدرجات الخاصة وحساب التخصصات التي ترصد لهم هذا واحد من الأمور يعني 48% من الموازنة التشغيلية تذهب إلى كل بحدود 9.5 مليون عراقية قاضى راتب شهريا من الدولة العراقية بـ 48% و52% الدرجات الخاصة فقط من سادة الوزراء وأعضاء مجالس النواب والدرجات الخاصة هذا يعزز الموازنة أكثر من ما أروح أزيد بالبانزين أو أزيد الكهرباء أو أستقطع من المواطن عندما يبدل جوازها أو هذه مو هي هذه اللي يفعل يعني لاحظ سيد الفاضل كثير من الأمور اللي على التماس مباشر مع المواطن يفترض أنه ما أتلاعب بها وما أحاول قدر المستطاع أن أتعامل معها بحذر لأنه هذه مصلحة العدد الكبير المواطني هذه بالنسبة لما ذكرت الضراء لكن قصت هنا استعد عبد الرحمن يعني خطط الحكومة بتنفيذ مشاريعها يعني هل راح يأثر الحجز؟ يعني هو باوع يعني مو بس هذا احنا 1300 مشروع خلال عام 24 نفذت غير لم تكن مدرجة في 23 يعني عدة الموازنة الثلاثية لم تكن مدرجة إضافة إلى هذا تعينات الجديدة احنا لست ضد التعينات لكنه على الأقل تقدير أنه يفترض أنه أشغل المعامل الخاصة القطاع الخاصة اللي تستوعب أكبر كم من العمالة يعني أنا أجيب لي مليون موظف عين جديد وأني عندي فائض ومستوى ساعات العمل لهذا الموظف في القطاع العامة تجاوز الـ 17 دقيقة يعني يفترض أنه أنطل أولي الأهمية الكبرى إلى تشغيل المعامل في القطاع الخاص وأدعم القطاع الخاص بحيث يستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالي لا أجعلهم يكونون ثقل على الموازنة العراقية وخاصة التشغيل من درجات وظيفية جديدة هذا اللي المفروض أنه المستشارين اللي حول سيد الرئيس الوزراء اللي غرض تنفيذ البرنامج الوزاري لسيادته كان المفروض أنه يضعون هذا المواضيع في نظر الاعتبار يعني مثلاً أنا أزيد الرسوم على بعض الخدمات اللي يقدمها الدولة هل هذا تخدم المواطن؟ بالعكس هذه رح تصير غضبة وبالتالي مما رح أكسب بها بالعكس رح أكسر يفترض أنه الدولة أمام هايش حالة ممكن أن تتحمل كثير من الضغوط لكنه مقابل أنه تكسب الشارع وبالتالي رح يصير هناك غضب يعني عملية زيارة أسعار البنزين يعني أنا ألاحظ خلال الأيام اللي فاتت بعد تنفيذ القرار ألاحظ الازدحام الفضيع على محطات تعبية الوقود لأنه إذا كانت العالم تستخدم البنزين العادي الآن قامت ما تستخدمه لأنه أصبحت على يقيم بأنه هذا البنزين العادي ليس بيقادر على أن يأدي واجباته لسيارة العمو سيد الرحمن يعني بالمقابل إذا الدولة خفضت النفقات الخاصة ما تلقى نهائياً زحام على طوابير السياسيين والركض باتجاه المناصب الحكومية طيب يعني أدنا أيضاً سؤال آخر أستاذ عبد الرحمن يعني زيارة رئيس حكومة الأقليم نجرفان البرازاني يعني تتزامنت مع جدول أو جداول الموازنة برأيك هل سيتم إجراء تعديلات على حصة الأقليم؟ والله يباوع سيدة بعد قرار اللي حار الاتفاق عليه بين الأقليم وبين الحكومة الاتحادية حول موضوع توطين الرواتب أصبحت الموضوع أسهل بكثير مما كانت عليه يعني أنا ليش أخصص محصة المفروض مثل ما محافظة البصرة والديوانية أو النجف أو كربل أو أي محافظة من محافظة العراق ما أخصص لها رقم محدد وإنما وفق الجداول اللي يقدموها وفق الاحتياجات اللي يحتاجوها أقدم لهم إياه عسى ما توصل إلى حتى عشرين بالمئة إلى الأقليم ما عندي مشكلة ليش أقول لهم إلا ستة عشر أو سباة عشر بالمئة فالمفروض أمام هذه حالة التوطين اللي أصبحت عندنا قاعدة بيانات لعدد الموظفين الحقيقيين اللي كم يحتاجون من الموظفين إضافة إلى ذلك المشاريع الاستثمارية ستدخل ضمن الجدول العام للمشاريع العراقية يعني الأقليم هو جزء من العراق والمشاريع اللي ممكن تستثمر إذا كانت في القطاع الخاص فلا بأس أنه الأقليم يتصرف بها بالطريقة اللي يراها مناسبة أما بالنسبة للقطاع العام فهي جزء من العراق الاتحادي العراق الفدرالي فيفترض أنه التخصيصات ما تكون مخصصة لأقليم دون البقية المحافظات خاصة أنه نعيش من نظام دستوري فدرالي يعني غير ملزم وإنما بحرية الحركة وحرية الخيار للمسؤولين المحافظات والمحافظات الغير مرتبطة بأقليم هذا اللي المفروض أنه يعني لاحظ سيدي الفاضل ما يجري فيه الإقليم نفس ما يجري المفروض في العراق بعض المشاكل اللي تعرضت إلى المصارف العراقية في الحكومة الاتحادية أيضا تتعرض إلى المصارف اللي موجودة فيه الإقليم وشفته خلال اليومين الماضي أنه بعض الأشكالات اللي أصبحت فإذن الإقليم هو جزء من العراق يتعرض إلى مثل ما يتتعرض بقية أجزاء المحافظات الأخرى في العراق نعم الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخ لي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا